وعندها قام الرائد الخذيرية بإعلامي بموضوع خطير وحساس بخصوص يوسف بوزيت يوسف بوزيت كان جنرالاً للمخابرات ما بين 2013 قائد المخابرات الخارجية ما بين 2013 و2019 أطاحوا به أعتقد في فبراير 2019 حتى قبل الحركة بأيام يمكن ثم أو بعدها بأيام ثم أعادوه عندما جاء توفيق أعادوه ليرأس نفس الجهاز الأمن الخارجي وقبل حوالي أربعة أشهر أو خمسة أشهر كنت قد ذكرت لكم بأنهم أطاحوا به وأنهم سجنوه وأنهم مروا إلى تعذيب رحيم اليوم يخبرنا قبل أيام الحقيقة في هذه الوثيقة يخبرنا أغرميت بنويرا بأن الرائد الخذيرية الذي هو أحد قضاة أو أحد المسؤولين في القضاء العسكري والذي حقه معه هو أيضا أخبره بأن بموضوع خطير وحساس يخص بوسبوزيد وأطلعني على الوثيق والصور التي تخص الموضوع اسمعوا جيدا اللواء يوسبوزيد عراب العلاقات الجزائرية الإسرائيلية اللواء يوسبوزيد بحكم عمله كمدير للأمن الخارجي استغل وظيفته لربط شبكة علاقات مع الدول ومصالحها الاستخباراتية لكنه تجاوز الأهداف الوطنية والدينية والأخلاقية وأقام علاقة مع جهاز المصاد الصهيوني والتقى بضباط المصاد عدة مرات وكان ينسق معهم في الخفاء ويخبرهم بالمعلومات وهذا العمل هو أكبر خيان للوطن والأمة ولكن بقيت الأمور مستورة حتى أتى اللواء مقري محفوظ كمدير للأمن الخارجي وهو من بالعباس وجد الوثيق والمراسلات في المديرية حيث قام بتبليغ تبون وشنغريحة بالموضوع فتح تحقيق سري في القضية في المحكمة العسكرية بالبوليدة عند قاضي التحقيق الرائد خذيرية كريم قام باستجواب اللواء بوزيت يوسف وواجهه بالصور للاجتماعات مع ضباط المصاد الذي كان يلتقي بهم أثناء سفروا للخارج لأداء مهامه وواجهه بالمراصلات المكتوبة بين اللواء يوسف والمصاد اعترف اللواء يوسف بالوقاع ولم ينكر وأنه أقام العلاقة مع المصاد الإسرائيلي بمحض إرادته ودون علم أحد بعدها استدعية الرائد خذيرية كريم قاضي تحقيق من طرف استدعى يمكن السعيد بوتفليقة اللي يسأله نعم استدعى الرائد خذيرية كريم السعيد بوتفليقة اللي يسأله عن الموضوع سنكمله مرة أخرى إذن الذين تعرفون أنهم اتهمون أنا شخصياً وحركة رشاد ولكن أيضاً بعض الحركين والأحرار أن هذا الحرك في 2019 جاءت به فرنسا والنيتو في 2020 تحول الالتهام إلى أن الذي وراء الحرك هم قطر وتركيا الناس يمعد عرفوا العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا ونظام ثم مع قطر اللي حتى رهي دارتهم كل شيء بما فيها أن تدلهم الفريق الوطني هناك يتدرب كما تعرفون قبل أن يذهب لللعبة الإفريقية وتركيا تعرفون العلاقات معها الآن والشركات التركية وحتى سلمتهم بنويرة وفي 2021 تهموننا بالمخزن وإسرائيل كل من يعارضهم يتهمون بالمخزن وإسرائيل هذه شهادة من شخص كان في الحقيقة هو قائد الأركان الحقيقي لفترة طويلة فقال صالح كان يحب الشهوات ويحب الملذات ويحب الغزال وما وراء الغزال فما كانش يخدم كثير وكان شيخاً كبيراً قائد صالح حينما مات كان عمره 80 سنة تقريباً هذا إذا صدقنا أنه من موليد 1940 كثيرين يقولون أنه ولد قبل ذلك والناس في الجزائر زمان كان يولد 3 سنين ربع سنين باش من بعد يسجلوه لأن الناس كانت تولد في تشرب وفي قرى حيث لا توجد الإدارة الاستعمارية نفترض أنه بالفعل من موليد 1940 كان عمره 79 سنة إلى تقريباً 80 سنة حين مات لأنه من موليد جونبيو 1940 كما يقولون فالذي كان يدير حقيقةً الأمر هو بنويرا المساعد الأول لاتجدان شيف بغض النظر وأنا فصراحةً وجدت أنه على مستوى عندما تناقشت معه في تشات ولكن كيف تدار البلاد لم يدير ليست فقط حكم عسكري وحكم جنرالات ولكن قلب الحكم كان مساعد أول أرجل أن شيف عبث دولة العسكرية عبث الحكم العسكري عندما يتحول نحن نعرف أن كثير من الجنرالات الذي يؤثر في قراراتهم هم إما السكرتيرا أو السكرتير إما السائق إما لديل المساج إما الزوجة إما نسيب لماذا؟ لأننا ما عندنا شفافية لا نعرف ما يجري لأن القرارات تتخذ هكذا في الظلام الدامس لا قضاء مستقل يعرف ما يحقق ولا إعلام مستقل يستطيع أن يقول ما يجري ولا حكومة مختارة من الشعب تحاسبها الشعب وتخاف من الشعب وإنما عبث جنرالات وجابوا أخبث وأقدر وأفسد ما في الجزائرين من مدنيين ويضعونهم في الواجهات اللهم إلا قليلا تستمعون مع من المصاد كان مع قائد المخابرات الخارجية صحيح هو يضيف أنها كانت بمبادرة منه لكن يبقى الجنرال وقائد المخابرات الخارجية هذا كان يطاردنا هذا كانت تخرج من مكتبه للذباب اللي في الخارج بأننا نحن عملاء لإسرائيل من العميل من العميل يا سفهاء من العميل من العميل يا خبثاء من العميل شهادات من عسكريين وها هو مسجون وها هي التهمة وإن كانت هنا التهمة أخرى أيضا كنت تحدث في وقتها لكن نكتشف تهمة أبشع من العميل من الذي يلتقي المصاد من الذي يلتقي إسرائيلي أمين أمين